يسعدنا ويشرفنا اليوم ونيابة عن الأستاذ أسامي سلد النوم أن نستطيع المفتش التربة والمتقاعد والخمير اللغة والكبير الأستاذ أحمد سعدون الشاش مؤكداً على دوم العائلة المتكونة من أب وأم وأولاد يعيشون في بيت واحد يقضي فيه الطفل فترة طفولته معتمداً على والديه هذه الفترة التي لها أكبر الأثر على مستقبل حياته وسلوكياته إلى جانب الصفات المراثية والجينية والغريزية الجنوح العدواني نتيجة مرض عصابي مرض عصابي أو التكيبة أو الحالة النفسية نفسيته للحدث كالانطواع على الذات لا شك أننا جميعاً نتعرض لمثل هذه الحالات لأن التربية عملية شاقة صعبة تبدأ منذ ولادة الطفل وتستمر معه سنوات طويلة وفي هذا الجو العاصف من التغيرات والتحديات التي يفضه الواقع واقع التلفزيون والأنترنت وكل ما يحيط بنا من أوضاع وتطورات كل هذه الأوضاع تشكي التحدي وتطلب استجابة ناجحة ومن ثم فإن الآباء والأمهات جميعاً بحاجة إلى من يقف إلى جانبهم ويقدم لهم خبرته وعلمه وما لديهم وسائل تساعدهم على توجيه أبنائهم توجيهاً سليماً صحيحاً محاضرتنا لهذا اليوم كانت حول جنوح الأطفال ودور العائلة في ذلك تناولت فيها التعريف بالجنوح وأنواعه وتفرعاته جنوح اجتماعي جنوح عائلي جنوح فقهي شرعي هذه الجهات أبعدتها مركزاً على الجانب الميداني والمهني وهو الجنوح من الناحية التربوية ودور العائلة والمؤسسات التربوية في ذلك متناولاً التعريف به لست كاختصاصي وإنما كتربوي وصرت في هذا مبيناً أنواع الجنوح أسبابه معالجاته في هذا المجال ومركزاً على جوانب الاجتماعية وجوانب التواصل الاجتماعي وما فيها وما عليها وتوجيه العائلة إلى الانتباه على ذلك ووجوب احتواء المناهج التربوية لهذا الجانب ولنقابل هذه الحالة بموضوعية وبعلمية بدون تستر ولا خوف لأنها حالة كأي حالة في المجتمع أو حالة مرضية كانت الجلسة ممتعة جداً أستاذنا الكبير أحمد سعدون شلاش المربي والتربوي ألقى محاضرة حول جنوح الأطفال أتناولها من عدة محاور وكانت محاضرة الحقيقة دسمة وأغناها مداخلات الحضور نتمنى دائماً أنه نستعين بخبرة وأفكار التربويين والاستشاريين لغرض النهوض بواقع الطفل لغرض بناء مجتمع سليم هذا الموضوع مهم جداً وينال اهتمام الكثير من الباحثين والمختصين في هذا المجال لأنه يؤدي إلى خطورة تتمثل بناء الأسرة الواحدة من خلال جنوح الطفل الذي يؤدي إلى تدهور العلاقات العائلية ترجمة نانسي قنقر